لماذا استجاب الله سبحانه وتعالى إلى إبليس في الطلبة؟ ما هي الحكمة وراء استجابة الله للشيطان وتركه يمرح بين بني البشر؟ ما الدليل على إجابة السؤالين؟ وما هو الدليل عليه من القرآن والسنة النبوية؟ تابعوا معنا هذه الحلقة المثيرة رجينا من الله عز وجل أن تحوز هذه الحلقة على إعجابكم فضلا اشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات حتى تصلك كل الفيديوهات ورد لنا سؤال من أحد متابعي قناتكم كل شيء جذب انتباهنا بشدة وهو عن مسألة وجودية تتعلق بإبليس وكيف أن الله استجاب له ولماذا؟ وهنا توقفنا كثيرا نتدبر ذلك السؤال ثم عددنا لكم هذه الحلقة راجين من الله عز وجل أن تحوز على إعجابكم إن الفعل في هذا الكون كله لله جل جلاله فلا أحد يملك قدرات الفعل إلا الله فكيف يتكبر الإنسان أو أي مخلوق من مخلوقات الله وهو لا حول له ولا قوة إلا بأمر الله فالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم تثير في النفس ذاك الصراع الذي ظلم إبليس فيه نفسه وظلم آدم معه وتواصل الظلم إلى أبناء آدم إلى أن تقوم الساعة فقد ظلم إبليس نفسه بعدم السجود لآدم امتثالا لأمر الله وظلم نفسه تقليلا من شان آدم بمفاضلة ظالمة أنا خير منها وظلم نفسه لعدم معاودة النفس بالاستغفار والإصرار على المعصية والكفرة وظلم نفسه للقنوط من رحمة الله ولا سيما وهو رجيم مبعد وظلم نفسه لأنه أغلق باب الرحمة في وجهه بنفسه بينما أبناء آدم تقبل توبتهم ولو كان ذنوبهم مثل زبد البحر إذا كانت توبة صحيحة إنه أكفر الخلق إبليس المطرود من رحمة الله تعالى وكل كفر في الجن والإنس فبسبب إغوائه وإضلاله ووسوسته وصده عن دين الله تعالى ومع ذلك دع الله تعالى بعد أن طرد من رحمته عز وجل فأعطاه بعض ما سأل قال رب فعنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم والذي عليه أكثر أهل العلم هو أن الله لم يستجب دعاء إبليس وإنما أخره إلى وقت ليس هو الوقت الذي طلبه إبليس زيادة في بلائه وشقائه ولحكم أخرى هي التي خلق من أجلها إبليس جاء في أضواء البيانة فقد طلب الشيطان الإنظار إلى يوم البعث وقد أعطاه الله الإنظار إلى يوم الوقت المعلوم وأكثر العلماء يقولون المراد به وقت النفخة الأولى وفي فتح القدير قال رب فعنظرني إلى يوم يبعثون قال أراد إبليس أن لا يذوق الموت فقيل إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال النفخة الأولى يموت فيها إبليس وقال البغوية ويقال لم تكن إجابة الله تعالى إياه في الإمهال إكراما له بل كانت زيادة في بلائه وشقائه وقد اختلف العلماء في ذلك على قولين القول الأول أن إبليس دعا ربه سبحانه فاجابه لكنه لم يجبه إلى ما أراد فإنه طلب الإنظار إلى يوم البعث حتى لا يذوق الموت إذ بعد البعث لا موت فاجابه الله تعالى وجعل إنظاره إلى يوم الوقت المعلوم وقد قيل فيه إنه يوم الصعقة الأولى التي يموت فيها الأحياء قال ابن كثير رحمه الله تعالى أجابه تعالى إلى ما سأل لما له في ذلك من الحكمة والإرادة والمشيئة التي لا تخالف ولا تمانع ولا معقب لحكمه وهو سريع الحساب القول الثاني أن الله تعالى لم يجب إبليس إلى ما دعا ولكن دعوته وافقت أمرا مقدرا قال ابن عشور رحمه الله تعالى وقد فاد تأكيد بإن والإخبار بالصيغة من المنظرين أن إنظاره أمر قد قضاه الله وقدره من قبل سؤاله أي تحقق كونك من الفريق الذين أنظروا إلى يوم البعث أي أن الله خلق خلقا وقدر بقاءهم إلى يوم البعث فكشف الإبليس أنه بعض من جملة المنظرين من قبل حدوث المعصية منه وأن الله ليس بمغير ما قدره له فجواب الله تعالى لإبليس إخبار عن أمر تحقق وليس إجابة لطلبه إبليس لأنه أهون على الله من أن يجيب له طلباء وهذه هي النكتة في العدول عن أن يكون الجواب أنظرتك أو أجبت لك مما يدل على تكرمه باستجابة طلبه ولكنه أعلم أن ما سأله أمر حاصل فسؤاله تحصيل حاصل فالله سبحانه وتعالى طرد إبليس من المكان الذي كان فيه لأنه تكبر واغتر واعتقد أنه يملك القدرة الذاتية والقوة الذاتية ولذلك قل الله تبارك وتعالى فاخرج إنك من الصاغرين أي إنه إذا كان لك أي كبر أو قوة أو ذاتية فابق في مكانك ولكنك ستخرج وأنت صاغر ستخرج رغما عن أنفك لا تستطيع المكابرة ولا يمكنك أن تدعي أن لك قوة تحميك أو تجعلك تستطيع أن تخالف أمر الله بل ستخرج ذليلا صاغرا مهينة هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها زاءت مستقرا ومقاما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم رب نجني وأهلي مما يعملون رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي رب انصرني على القوم المفسدين ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبكونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا عليك توكلنا وإليك أنا بنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من القوم الظالمين رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك انتذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا اللهم آمين عزيزي المشاهد اترك إعجابك بالفيديو وساعد في مشاركته مع أصدقائك وأخبرنا برأيك في التعليقات ولا تنسى مشاهدة هذه الفيديوهات المميزة وتلك الموجودة في وصف الفيديو شكرا على حسن المتابعة إلى اللقاء لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وقم بتفعيل زر الجرس حتى يصلك آخر إصداراتنا وقم بتفعيل زر الجرس